بسم الله الرحمن الرحيم ألف لأمين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد قلبهم سيغلقون في برع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غرفلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض ما بينهما إلا في الحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس لقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروا أكثر مما عمروها وجافتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساقوا السوءا أنكذأوا بآيات الله وكانوا بها يستهزرون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبنسوا المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعات وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحذرون وأما الذين كثروا وكذبوا بآياتها ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمزون وحين تصبحون ولهم الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أسواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألزمتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنار وبترابكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يذهبهم الغرب خوفا وطمعا وينزل من السماء ماءا فيحيي به الأرض بعد موتها ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمده ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له مقالدون وهو الذي يبدأ الخرب ثم يعينه وهو أول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحبيب وعب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواب فأنتم فيه سواب تخوفونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون فإن تبع الذين ولو هفواءهم بغير علم فمن يهدي من أقل الله وكالهم من ماصرين فأقم وجهك للدين حريفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الطيب ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبهم إليه واتقوا واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس غرهم دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أبقهم منه رحمة إذا فريق منهم إذا فريق منهم ربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتقلم بما كانوا به يشركون وإذا أذق لناس رحمة فرحوا بها وإن تصدهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقلقون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القرى حقه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولاه كهم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا فيه أموال الناس بلا يربوا عند الله وما آتيتم من سكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المبعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يريدكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرفعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كثر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليغيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ونعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبل كرسلا إلى قومهم فجافهم بالبينات فانتقنا من الذين أجرموا وكان حقا عليها نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتدير سحابا فيبسكه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى ودقى يخرج من خلاله فإذا أصرب لي من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبنسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى ربو على كل شيء قدير وإن هرسل ناريحا فرأوه مصبرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العميعا ولا لديم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيثا يخلق ما يشاء وهو العليم القديم ويوم تقرب الساعة ويقسم المجرمون ما لبثوا فيه وساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يقول البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيرم إذا لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال ولئن جئتهم بآية ليقولن من الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون آمنا بالله صدق الله العليم العظيم